هنروح لفريق الشباب لكرة اليد موليد 2002 بقيادة الأسطورة أو أسطورة مصر في كرة اليد كابتن أشرف عواض استطاع أنه يفوز على نادي الجزيرة بـ 34-26 في الجولة الرابعة من الدولة طبعا مفروض إسلام رادي يكون معه ولكن إسلام ده كابتن أشرف عواض إسلام رادي كان مفروض يكون مع الفريق ولكنه مع فريق الدرجة الأولى بيلعب هناك في بطولة أفت الماتش كانت لعب من برحة وصلاة أمير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة والأهلي كان سيطر على الماتش وقدر يحقق النتيجة اللي هو عاوزها وفي نفس الوقت يشرك أكبر عدد من اللعيبة ياخد وقت كافي يعني عشان يكتسبه مزيد من الخبرات وبكده الأهلي فاز بكل ماتشات وحتى مباراة الزمالك هناك فوزنا بيها المعادي والزمالك والأولمبي وأخيرا الجزيرة فرقتنا تلعب الماتش اللي جاي مع نادي البنك الأهلي واللي عنده فرقة كويسة قوي في الشباب والماتش ده هيكون يوم الأحد اللي جاي بإذن الله وخلينا أقول لحضراتكم أن فريق 2002 هو أحد الفرق المرتبطة بالدرجة الأولى في دوري المرتبط 2002 و2004 الفرقتين دول نتيجهم بنسب عشان ما لأخبطش حضراتكم بنسب مرتبطة مع الفريق الأول يمكن الأكثر ارتباطا هو فريق 2004 مرتبط مع الفريق الأول عشان في الآخر هتترتب الفرق على أول ست فرق أو أول ست فرق في البداية وبعد كده هنخش على دوري السوبر بقى إن شاء الله أو دوري المحترفين النهائي يعني وده إن شاء الله نتمنى التوفيق ليه لسه بدري جدا المشوار طويل يا رب بس يكرمنا بهذه البطولة مهمة جدا البطولة دي لأن حامل لقب هذه البطولة بطولة أفريقيا اللي بلعبها منتخب الكبير سيتأهل مباشرة إلى السوبر الأفريقية أو يحجز مقعد في السوبر الأفريقي أي أن كان نزام البطولة سواء كان مباراة أو جوانا مجمع هو حاجز مقعده كل التوفيق إن شاء الله لفرق كرة اليد بالكامل سواء الفريق الأول ناشئين ناشئات كل 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 القطع طيب هنروح لكرة اليد سيدات وزا ما حضراتكم عارفين تم تأسيس منتخب مصر الكبير لكرة اليد سيدات وده بناء علي توقف الدوري فترة طويلة يمكن البطولة تبقى في 11 وهنتكلم عنها بالتفصيل في أخبارنا المحلية ولكن لخصنا دلوقتي هو فريق كرة اليد في النادي الأهل سيدات في راحة طبعا لمدة أسبوع لأنه لسه فيه أسبوعين شهرين أو شهرين ونص توقف للدوري حتى شهر 11 بعد الانتهاء من المتوط أفريق جاز الفن للفريق الأول لكرة اليد سيدات بكل يد كابتن محمد عادل زولة قد الفرقة أو اللاعبات راحة أسبوع عشان يرجعوا للتمنين من جديد وده طبعا عشان زي ما قلت لحضراتكم المنتخب يستعد للبطولة الأفريقية في شهر 11 في السنغال الفرقة ترجع للتمنين من جديد بداية الأسبوع اللي جاي عشان نقدر نستعد بقوة لعودة الدوري واللي هيكون في آخر شهر 11 في ريتنا قبل التوقف ده لعبة خمس مباريات فوزنا في ثلاثة على المعادي والزمالك ونديد نصر واخسرنا قدام سموحة والطيران اللاعبات وكابتن زولة عندهم إصرار طبعا كبير نعم ما فيش خسائر تاني خلاص ونحن نركب الدوري بشكل كبير طبعا لسه الدوري بدري عليه ودي فرصة كويسة شهرين وشوية تكون إن شاء الله نصر عيد عبد الملك كابتن الفريق والمصابة في إيديها والعامة عملية منذ عشر تيام تكون لحقت بالفريق كل دي مكاسب في الراحة دي الحقيقة بولا لكن الحاجة اللي هي يعني ممكن ما تخليش التوقف ده بشكل كبير مفيد للنادي الأهلي إنه في عشر لعبات من القوام الفريق مع المنتخب العشر لعبات دول مش هيشاركوا في تمريد نادي الأهلي فانت كده شهرين ونص في الوقت اللي انت محتاج فيه هارموني الفرقة كون دخلة مع بعض أكتر وحفظة بعضية خاصة في استقدام الصفقات الجديدة اللي حصلت واللعبات المحترفة التونسية الجديدة كنا محتاجين هارموني الجهاز فني جديد كان محتاج هارموني بعد يعني خالفة لكابتن يحيا يوسف كابتن محمد عادل زولة كان الفرقة محتاج هارموني شوية ولكن ده مش هيحصل في التوقف عشان عندك عشر لعبات على الأقل تمانية أو سبعة منهم هيكونوا في قوام المنتخب المسافر السنغال ولكن نادي الأهلي قادر إن شاء الله في الفترة اللي جاية أنه يعود هذا الغياب وأنه هو يبتدي يعمل مبارات ودية وإخرى في انتظار عودة اللعبات الدوليات بعد انتهاء بطولة أفريقيا اللي هتتلاعب زي ما قلت لحضراتكم في السنغال في شهر نوفمبر القادم كل توفيق لمنتخب مصر ودي كانت أحد أمنينا بالنمج الأبطال اللي نحن يبقى لنا منتخب مصر للسيدان